السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم طلبة وطالبات التعليم الفني شعوبات التعليم الصناعي تخصص الزغرفة والإعلان الصف الثاني النهاردة معاكم في تكنولوجيا الخامات والمواد تخصص الزغرفة والإعلان والتنصيق طبعا دي مادة مكملة معنا من سنة أولى هناخد فيها حاجات جديدة مختلفة عن الصف الأول حاجات أكتر تكنية وأكتر يعني كعملية صناعية يعني فيها خامات أكتر هنتعرف إن شاء الله خلال العام على الدهانات الشفافة بأنواحها على الأخشاب زي دهانات الشموع الشفافة وزي ورنشات السنستيك وازاي بيتم تطبيقها طبعا هتعرف على في مادة الخامات هنتعرف فيها على طبيعة الخامة مصدرها خواصها استخدامها حسب نوعها وحسب الخواص أنا بحدد الاستخدام ده بالنسبة للخامات وطبعا إحنا بناخدها على التوالي في مادة العمليات بنعرف إزاي أنا بستخدم الخامة دي وبطبقها إزاي على الأسطح المختلفة كذلك هناخد المواد الأكثر تكنية زي الهنات الدكورية الحديثة وزي شغل الخزف وشغل الزجاج وإيه المواد والخامات اللي أنا بستخدمها اللي تصلح على الزجاج أو تصلح على الفخار كل ده إن شاء الله هندرسه خلال العام الدراسي طبعا هي مادة ممتعة ومفيدة جدا إن أنت عشان تستخدمي الخامة لازما أعرف خواصها إزا كانت سمى إزا كانت لها رائحة نفاذة ممكن تضر الحوالي كل ده أنا بتعرف عليها في مادة الخامات كمان بعرف إيه الوسيط اللي بتدف فيه وإيه الوسيط اللي ما بتدفش ده بديني النتيجة الصالحة للاستخدام كل ما أتعرف على خواص المادة كل ما أنا أقدر استفيد بيها استفادة شملة ده من خلال المادة بتاعت النهاردة هناخد أول درس بإذن الله الخامات المستخدمة في الدهانات الشفافة المختلفة على الأخشاب أول حاجة هناخدها الشموع أنواع الشموع الباب الأول اللي هنتعرف فيه إن شاء الله على أنواع الشموع هناخد الشموع النباتية وهنتعرف فيها على أنواحها المختلفة هناخد شموع نباتية شموع حيوانية شموع معدنية النهاردة بإذن الله في الدرس الأول هناخد الشموع النباتية وهنتعرف فيها على إيه الأنواع الموجودة عندنا ومقررة علينا في هذا العام الدراسي وإزاي إن أنا هستفيد بكل نوع وإزاي أنا هعرف مصدره خواصه استخدامه طريق التحضيره وإزاي إن أنا بستخلص الشمع أول نوع عندي من الشموع النباتية شمع الكرنوبة إيه شمع الكرنوبة ده يا أولاد ده اللي هو بناخده من سعف النخيل كلنا شفنا النخل وشفنا الأوراق بتاعتها عاملة إزاي تحس إنها أقدر بس مدي زي إشرة بيضة ده الإشرة بيضة دي هو ده الشمع طب إزاي إن إحنا بنحصل عليه بطريقة سهلة جدا أول حاجة بيستخلص من أن قلنا الأشجار النخيل ده مصدر إيه طبيعي طالما الحاجة ما بيتدخلش فيها أي حاجة كيميائية أو تركيبة كيميائية ده الإختلاف بين الطبيعي والصنوعي الطبيعي إن هو موجود في الطبيعة بالصورة اللي ربنا خلقها عليه وأنا كل اللي علينا إن إحنا بنبتدي بنستخلص المادة اللي إحنا عايزيها طب بيتم استخلص المادة إزاي بنجيب سعف النخيل ده ونقطعه قطع صغيرة بس بنسوبه لما تتبخر الأبخرة أما بينشف والإشرة البيضة دي بناخدها طب بناخدها إزاي بنبتدي نخبط عليها كده لغاية ما تنزل المادة الشمعية وبتبتدي تتجمع وتتنظف وتتنقى وبكده ده أول نوع طب في نوع تاني قال لي اه هي الأشجار الخضره اللي هي لسه على شجر ولسه ولسه ما نشفتش طب بستخلص منها الشمع إزاي باخدها بقطعها بحطها في وسيط ماء مغلي لغاية ما الشمع ده يدوب في المية وبعد كده أسيب ويبرد يبتدي الشمع يدفو على السطح زي كده الفكرة بتاعت غالي اللبن وإزاي إن أنا أخرج منها القشطة نفس الفكرة ما اللبن بيغلي بيبرد تبتدي تطفو القشطة على السطح ببتدي إن أنا أجمعها نفس الفكرة كده بالنسبة لتحضير شمع الكرنوبة إن أنا بحطه في ماء مغلي بيغلي في درجة حرارة 75 درجة مقوية وبعد ما بيبرد ويهدى خالص أبتدي إن أنا أول ما يتجمع الشمع على السطح ببتدي إن أنا أشيله بالمواسطة مغرفة وأسيبه إيه الصفة ده الطريق التحضير الشمع الكرنوبة طبعا النوع الأول بيبقى فيه أعشاب وفيه أطربة وفيه شوائب بينما النوع التين اللي أنا باخده من الأشجار الخضراء بيبقى أنقى في درجة اللون وفي درجة النقاء طيب إيه خواص شمع الكرنوبة؟ خواص شمع الكرنوبة غالي السمن لأن تركة استخلاصه مكلفة شوية تاني حاجة من أجود أنواع الشموع يعتبر أفضل أنواع الشموع اللي عندنا اللي هو الشمع الكرنوبة عشان كده هو غالي السمن لأن خواصه واستخداماته كتيرة فبالتالي بيبقى غالي السمن مرونة عالية عنده يعني درجة المرونة للشمع الكرنوبة عالية جدا يعني قدر أشكله بسهولة ينظر عند درجة حرارة 75 درجة مقوية وعشان كده قلنا عنده تحضيره أن أنا بغلل الماء عند 75 درجة مقوية وبعد كده يبتدي أن أنا أحضره طيب يبقى أول خاصية من خواص الشموع النباتية أولا شمع الكرنوبة مصدره طبيعي خواصه غالي السمن ايه تاني ينصهر عند درجة حرارة 75 درجة مقوية من أجود أنواع الشموع ليه؟ لأن درجة مرونة عالية درجة مرونة دي بتساعد الفنان أو بتساعد العامل على التشكيل يشكله بسهولة اللي هو عايزها بيبقى مرن على السطح سهل استخدامه ده من مميزات شمع الكرنوبة طيب بس تخدمه في ايه شمع الكرنوبة؟ برضا من دمن خواصه سوري يعني أنا نسيت بيمتاز بالصلابة يعني بالرغم أنه هو مرن لكن بيمتاز بالصلابة مرن أثناء التشغيل الصلابة بعد الجفاف وده طبعا بيديني قوة تحمل على الأسطح اللي أنا بستخدمها فيها بيزوب في الكحول بيزوب في الكحول والتربانتينة والأسيتون طب باستخدمه في ايه شمع الكرنوبة بقى؟ ايه ليستخدمات الشائعة لشمع الكرنوبة؟ بيستخدم بمفرده أو مع شمع اللك لإنتاج أجود أنواع الورنشات التي تستخدم في دهانات السليلوس يعني ممكن أنا استخدمه بمفرده لإنتاج ورنشات السليلوس أو أحسن من خواصه بإضافة شمع اللك يستخدم في عدد أقلام الرصاص وأقلام الملونة اللي هي الألوان الخشبية دي اللي احنا بنشوفها في الأسواق أو بنستخدمها في الزهرفة لإنتاج برضك الأنواع الممتازة للورنشات المستخدمة للمصنوعات الجلدية السمينة إن أنا ممكن ألمع به الجلود سواء جواكت أو كفزات أو شونط أو أحزية بيستخدم في الورنشات الممتازة اللي بتستخدم فيه تلميع الجلود والمحافظة عليها من التشققات كمان بيستخدم في صناعة ألوان البستل دي أهم استخدامات شمع كرنوبة نقولهم تاني ونرجحهم مع بعض يبقى أول حاجة بيستخدم بمفرده أو مع شمع اللك في إنتاج الورنشات المستخدمة في ديهاء ورنشات السلولوز كمان بيستخدم في إعداد أقلام الملونة أو أقلام الرصاص الملونة أو أوراق الكربون يعني برضك ورق الكربون اللي احنا بيستخدمه في طباعة الكتابة نفس الكلام بيخش فيها شمع الكرنوبة الثالث حاجة بيستخدمه في إنتاج أجود أنواع الورنشات المستخدمة في تلميع الجلود المنتجات المختلفة آخر حاجة بيستخدم في صناعة ألوان البستل والألوان الشمعية اللي احنا بنستخدمها ده بالنسبة لشم الكرنوبة يبقى أنه كده اللي أدع عليه كده بسرعة شمع الكرنوبة مصدره طبيعي بيأخذ من أشجار وصعف النخيل بيستخلص بطريقة بسيطة جدا إن أنا بجيب الأشجار النشفة اللي هي كبيرة اللي هي نشفة تتبخر منها الماء ببتدي أن أنا أخبطها رطمة كده على الأرض خبطها كده على الأرض ينزل كشور الشمع ببتدي أن أنا أجمعها ونقيها وده أول نوع بس بيبقى لونه مسفر شوي أما الأشجار الخضرة اللي هي ما نشفتشه لسه بتحتوى على أبخرة ببتدي أن أنا أحضره فيه ماء مغلي في درجة غليان 75 درجة مقوية ويبتدي أسقط فيها السعف النخيل بعد ما أكون قطعته لجزيئات عشان أقدر أسخر أكبر كمية ممكنة منه بعد كده بسيب الماء دي تغلي لغاية درجة 75 درجة مقوية وبعد كده بتركها تبرد بعد ما بتبرد ببتدي أن أنا أقشط الشمع الإطافة على السطح ده طريقة إيه التحضير طيب قلنا الخواص قلنا أنه هو بيزوب في التربنتينة والكحول والأسيتون أما النوع الأصفر اللي هو النوع الأولين اللي هو شمع المسفر ده اللي هو بيأخذ من الأشجار الكبيرة اللي هي بخيرا بيبقى لونه مسفر شوية فبيدوب في التربنتينة والنفض المعدني ده بالنسبة لطريقة إزابتو أو طريقة عند استخدامه عشان استخدامه هزوبه في إيه النوع الأبيض بزوبه في الكحول والنوع الأصفر بزوبه في التربنتينة أو النفض المعدني قلنا خواصه إيه أهم خواص شمع الكرنوبة قلنا غالي السمن تاني حاجة قلنا بينصهر ويدوب عند 75 درجة مقوية قلنا يعتبر من أجود أنواع الشموع الموجودة عندنا من الشموع النباتية قلنا أنه هو يعتبر من أنقى الأنواع اللي هي بناستخدمها في شمع النبات طيب إيه الاستخدام؟ باستخدم شمع الكرنوبة في إيه؟ أول حاجة باستخدمه بمفرده أو بدمجه مع الشمع الليك وإحنا ساعات يا جماعة بندمج الشموع مع بعضها عشان أن أنا أحسن خواصة أستفيد من الخاصية الموجودة في الشمع ده والخاصية الموجودة في الشمع ده عشان أحصل على منتج عالي الجودة لكن شمع الكرنوبة ممكن أستخدمه بمفرده مش شرط أن أنا أستخدمه بس ساعات عشان نقول نرخص السعر شوية فبستخدم معي شمع اقل في التكليف اقل في السع ان انا اوفر اقصر من منتج لان زي ما قلنا كده ان شمع اقرنوبا يعتبر اغلى انواع الشموع تانية حاجة بعد ابتدي ان انا باستخدمه وقلنا زي ما قلنا كده باستخدمه من مفرده او مع شمع الا في انتاج اجود انواع ورنشات السلولوز ايه تاني من استخدماته ممكن استخدمه في ايه تاني في اعداد اقلام الرصاص الملونة او افلام الشمع زي كده بالزبط كده او ورق الكربون اللي احنا بنستخدمه في اتباعة الكتابة وبيستخدم في انتاج ورنشات الممتازة الخاصة بتلميع الجلود السمينة الغالية السمن ان طبعا ما ينفعش ان انا استخدم شمع غالي السمن مع جلد صناعي لا ده لازم ان انا استخدم الحاجة مع حاجة مثيلة لها تستيل ان انا احط الخامة دي عليها اخر حاجة بيستخدم في صناعة الوان البستل طيب ايه تاني من انواع اللي ممكن نشوفها من الشموع شمع الكندلة ايه هو شمع الكندلة دي قال لي هي شجيرات بتشبه قوي القصب اشجار القصب نفس الشكل العمود القصب بالزبط شموع الكندلة بجيبها نفس فكرة تحضير الشموع القرنوبة بس ده سعف نخيل شكل سعف نخيل طبعا كلنا عارفين شكله ده شكل ايه عدان القصب ببتدي ان انا اقصر العدان دي كتعة صغيرة وبحطها برضك في ماء مغلي وبعد كده بعد ما بتغلي ببتدي ينصهر الشمع في قلب المية اسيب المية دي تبرد ابتدي بعد ما تبرد بيتجمع الشمع على السطح ويدفو يكون لي طبقه ابتدي ان انا اجمعه بضف له حمض الكورميك عشان يزالة اي مواد راتنجية اي مواد راتنجية طيب الشجارات دي بتنمو فين بتنمو في المكسيك يعني مش موجودة عندنا هنا بتنمو في المكسيك طيب ايه الخواص الخاصة بشمع الكندلة لونه بني صلب يعني لونه مش ابيض لونه بني صلب سهل طحنه يعني سهل ان انا اطحنه بسهولة رائحته تشبه شمع العسل عند التسخين يعني ما سخنه عشان ابتدي ان انا استخدمه او اصهره يبتدي انبعث منه رائحة تشبه رائحة شمع العسل بيزوب في الاسير وقليل الزوبان في الكحول يعني ما بيضوبش في الكحول بسهولة بعكس شمع اللي قلنا شمع الكرنو بيزوب في الايه في الكحول بيزوب اكتر في الاسير البارد بيزوب في الاسير البارد ولا يزوب في الكحول وقليل الزوبان يعني ما بيزوبش بسرعة يعني هو يعني زوبانه بطيء في الكحول والترابنتينة والاسيتون لكن بيزوب بسرعة في الاسير الاستخدام بيستخدمه في اعداد ورنيش التلميع لانه بيمتاز بدرجة كبيرة من اللمعين كمان بيستخدم في ورنيش الارضيات البرقية بيستخدم في تلميع ارضيات البرقية لانه شديد اللمعين بيستخدم كمادة عازلة للاسلاك الكهربائية كذلك بيستخدم في صنوعة التركيبات الخاصة بازالة الدهانات القديمة يعني بيخش في تركيب المواد تركيبة العجينة اللي انا بستخدمها في ازالة الدهانات القديمة من دمن مكوناتها كذلك بيستخدم في صنوعة السلولوز والمطاط والشمع والمواد العازلة للمياه بستخدمه كماده عازلة للمياه بستخدمه كماده عازلة للقهرباء بستخدمه فيه من دم تكوين أو تركيب المواد اللي بتستخدم في إزالة الدهنات القديمة بيعتبر أو أهم ميزة ليه أو أهم استخدام ليه في إعداد الورنشات الخاصة بالتلميع لأنه ليه درجة للمعان عالية بيستخدم فيه إعداد ورنشات أرضيات البركية لأنه بيديني درجة اللمعان المطلوبة فيه اللي أنا عايزاها على البركية بيساعدني إن أنا أحصل على درجة اللمعان والسكل فيه أرضيات الخشبية وخاصة أرضيات البركية ده بالنسبة لشمع الكندلة طيب إيه تاني من الشموع اللي ممكن عندنا برضك كمصدر نباتي شمع قصب السكر شمع قصب السكر نفس التحضير برضك بجيب كصب السكر وبحضره بنفس الطريقة من خلال العدان وتقصرها وفي الماء المغلي وبيبتدي يطفع على السطح وكلنا طبعا جيبنا لقصب السكر ولما بنيجي نشوف القشرة بتاعته بالليل عليها زي كشور بيضة الكشور البيضة دي هو ده الشمع شمع قصب السكر وعشان أن أنا أحصل عليه بدوبه في ماء ساخن بيبتدي يدوب في المية في درجة الحرارة العالية بعد ما بيدوب ويسيب المية دي تبرد بيبتدي يطفع على السطح ويكون لي طبقة الشمع بالنسبة لقصب السكر فاحنا هنلاحظ أن الشموع النباتية تقريبا تحضرها واحد أو استخلاصها تقريبا مقارب لبعضه بس بيختلف درجة اللون قلنا شمع الكرنوبة أبيض ومائل للإسفرار حسب طريقة تحضيره قلنا شمع كانديلة لونه بيبقى لونه بني مائل للبني هنا شمع قصب السكر نفس الكلام لونه بني برضك وبينصر عنده 79 ل81 درجة مقوية شمع الكرنوبة قلنا بينصر عنده 75 درجة مقوية هنلاقيه برضك درجة تقريبا الانصهار متقاربة إلى حد الماء يعني من 75 ده شمع الكرنوبة بينصر وبحصل عليه بالنسبة لشمع كصب السكر بيبتدي ينصهر من 79 ل81 درجة مقوية ولا يزوب في الماء شمع الكرنوبة لا يزوب في الماء طيب بستخدم شمع كصب السكر في ايه؟ في ورق الكربون والمطاط له نفس استخدمات شمع الكرنوبة يعني برضك ممكن ان انا استخدمه في صناعة ألوان الخشب وألوان الشمعية بس طبعا مش هيبقى مش هيديديني نفس الجودة بتاعة شمع الكرنوبة زي ما قلنا كده ان هو يعتبر أقل في الجودة من شمع الكرنوبة والدليل احنا لو جبنا على البيتين ألوان علبة غالية شوية هلقي ألوانها ودرجاتها واستخدامها مرونتها عالية جدا وألوان خشب تجار راح في الورق فطبعا ده بيبقى متوقف على نوع الشمع طيب ايه نوع اللي بعد كده الشمع الياباني ايه الشمع الياباني ده هو اسمه ملوش علاقة خالص بالبلد بتاعته هو بينشأ اسمه نبات السماء ونسمع عن السماء ده هو نوع برضك من الأشجار وبناخد منه بعض الأعشاب معروفة السماء بتنبط في الصين يبقى الشمع الياباني هو بيأخذ من أشجار بتنمو في الصين تسمى السماء شجرة السماء بنأخذ منها الشمع الياباني طب بنعمله ازاي بنستخدمها ازاي بنكفف السمار دي وبعد كده نطحنها ونفس البزور وبيعامل بالبخار ثم تجبس فينفصل المواد الشمعية عن بقية المواد الأخرى ويبيض بتسخينه مع الماء ويضف إليه الكربون ليمتص اللون الألوان الغريبة اللي فيه طب نقوله تاني كده ايه مصدر الشمع الياباني هو عبارة عن أشجار تعرب أشجار السماء بتنمو في الصين باخد الأشجار دي عبارة عن سمار بفصل السمار عن البزور وبطحنها كويس قوي وبمعامل البخار وعملية الكابس بتفصل المواد الشمعية بعد كده بضيف بتخنها في الماء وببتدي أن أنا أنكي اللون الشمع بتاعي طيب ايه خواصها؟ ايه أهم خواص الشمع الياباني؟ بيتصلب عند درجة حرارة خمسين درجة مقاوية يعني مجرد ما يوصل لخمسين درجة مقاوية يبتدي درجة الانسهور تقل من واحد وتمانين ونوصل لخمسين يبتدي يتصلب ويكون مادة صلبة على حامد متحد مع الجيرسلين متحداً يحتوي على حامد بالماتيك متحداً مع الجيرسلين ده الشمع الياباني بيتصلب عند درجة خمسين درجة مقاوية طيب بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في صناعة الصبون وورنشات التلميع الجلود وإنتاج قلوم الرصاص واستخراج الجيرسلين يبقى هنا ده مختلف شوية في الجديد هنا إنه هو بيستخدم في صناعة الجيرسلين والصبون الشمعين القبل كده ما كانش عندهم هذا الاستخدام يبقى وكده خلصنا الشموع النباتية يبقى نتكلم كده بسرعة أخذنا النهاردة الشموع النباتية وتعرفنا فيها على شمع كرنوبة وعرفنا مصدره وطبعا الأربع شموع نجي كده نسهل عن نفسنا الأربع شموع شموع نباتية شمع الكرنوبة شمع الكندلة شمع كسب السكر شمع الياباني دي شموع نباتية مصدرها طبيعي بيأخذ من الأشجار وعرفنا طريقة استخلاص كل نوع فيها وتعرفنا على الخواص والخواص حددت لنا الاستخدام طيب ايه تاني نوع عندنا من الشموع الشموع الحيوانية يعني ايه شموع حيوانية يعني بتتخذ من مصدر حيواني سواء حشرات سواء من صوف الغنم سواء من الحتان وهنتعرف على أهم الأنواع المتاحة أو اللي احنا هندرسها استنادي او النوع شمع اللك ايه شمع اللك ده اللي هو الجملكة اللي احنا عارفينها الجملكة بيأخذ من حشرة اسمها حشرة اللك واحنا الحشرة دي بتعيش طبعا في الحقول بتفرز بعض الإفرازات على أوراق الشجر بيكون لطبقه إشرة القشرة دي هي دي شم اللك هو ده الشمع اللي بنغضه من حشرة اللك وعشان كده قلنا مصدر حيواني اللي هو هذه الحشرة ببتدي أن أنا أبتدي أكشر الكشور دي وبتدي أن أنا أحصل على عليها طبعا بجيب الأوراق دي وبدوبها في الماء الساخل فيدوب بنسبة 80% من الشمع ويستخلص بسائل الزلول بضيفه في قلب الماء عند درجة الغليان وبيزوب في النفض ويفصل الشمع بالتقطير يعني أنا بقطر بقى المحلول ده كله بقطره وأحصل على مادة الشمع اللك يبقى نقوله تاني كده بسرعة الشموع الحيوانية أول حاجة هناخدها فيها شمع اللك وده بيأخذ مصدره مصدر طبيعي من حشرة اللك طبعا بتقعبارها عن إفرازات على بعض الأشجار باخدها بدوبها وفي درجة حرارة معينة كل المكونات دي بتدوب بعد كده بقطرها وبحصل على شمع اللك طبعا إيه الخواص؟ عادي من اللون ملوش لون يعني شفائف زي الميا كده عاديم اللون وعازل للكهرباء يبقى أول خاصتين لشمع اللك عاديم اللون عازل للكهرباء طب باستخدمه في إيه؟ باستخدمه في صناعة ورنشات الأحذية والحصول على درجة كبيرة من اللمعين يعني أكتر استخدام لشمع اللك إنه هو بيخش في صناعة ورنشات الأحذية ليه لأنه بيدي درجة لماعين عالية ويضف عليه نسبة من شمع الكرنوبة عشان أحسن من خواصه وديره أمرونة عالية شوية بأضيف له شمع الكرنوبة ده النوع الأولاني اللي هو شمع اللك واتكلمنا عنه باستفادة طيب إيه تاني نوع من أنواع الشموع شمع العسل إيه شمع العسل ده؟ اللي هو بناخده من النحل طبعا عارفيني إن النحلة بتعمل بيوت سبحان الله ربنا وهابها هندسة ربانية بتعمل بيوت من الشمع أشكال سوداسية هو ده الشمع اللي احنا بنقول عليه هو شمع اللك هو جاهز سبحان الله هو ربنا خلقه جاهز باخد الشمع ده وبضيفه في مياه سخنة عشان أضوب العسل وبعد كده بجمع الشمع من خلال عملية التبريد والتسخين بحصل على شمع ناكي طب إيه أهم الخواص لشمع النحل لا يزوب في الماء طبعا لأنه كان بيضوب في الماء ما كناش هنعرف نطلعه وإحنا بنضفه من العسل تاني حاجة بيضوب في الإسير والقرور وجزئيا في البنزين يبقى أول حاجة لا يزوب في الماء يزوب جزئيا في القرور والبنزين البارد بيضوب بصعوبة في الكحول الإسيلي البارد بيضوب بصعوبة في كحول الإسيلي البارد بستخدمه في إيه؟ في تحضير دهان الشمع الخاص بالأخشاب يعني بيعتبر شمع العسل من البرنشات او الشموع انواع الشموع الخاصة بتحضير ورنشات الاخشام ممتاز في دهان الاخشام طبعا لانه طبعا بيتسم بمرونة وسهل لتطبيقه على السطح طيب ايه تاني من انواع الشموع النباتية الحيوانية اللي هناخدها شام عصوف الغنم شام عصوف الغنم كلنا طبعا شفنا الخرفان وتحس كده ان الوبرة بتاعتها كده مدهننة باخد السوف الغنم ده وبردك بحطه في ماء ساخن وبيتدوب وبتدي افصل المواد الدهنية عن الشمع بستخلص بطريقة معينة لغاية ما انا بخلصه من الدهون بوسطة الاحماض واحصل على طبقة الشمع الموجودة في سوف الغنم طبعا عنده فيه نسبة عالية جدا من الدهون اللي قابله للتصب طب الخوص قابل للتصب طبيعي عشان نسبة الدهون فيه عالية فبالتالي هو قابل لعملية التصب طب باستخدمه في ايه باستخدمه في صناعة المستحلبات المستخدمة في الدهنات المؤية ايه هي المستحلبات دي اللي احنا درسناها في سنة اولى البلاستيك دهنات البلاستيك نوع عبر عن ايه مستحلب دهنات مستحلبة اللي هو ايه الدهان الدهنات البلاستيكية طيب ايه تاني مستخدم في انتاج دهنات خاصة مانع للقلوية للجدرون ودهان مانع للصدق يعني بستخدمه كطبقة مانعة للمواد القلوية ومانعة للتآكل والصدق ده بالنسبة للشم ايه صوف الغنم طبعا لانه بيبقى عايزين نقول ان المادة بتاعته مادة غنية بالدهون فبالتالي بيحمل زي طبقة عازلة على الأسطح بتحميها من المواد القلوية وبتحميها من المواد اللي ممكن تأثر على الصدق او تأثر على التآكل فبيعتبر زي مادة عازلة كده نعمة بتفصل الصدح عن العوامل الأخرى زي الأسار القلوية زي الأسار الأحماض فبتعتبر مادة عازلة وبتلزق على الصدح بيبقى صعب انها تتشال بسهولة ده بالنسبة لاستخدام شم عصوف الغنم باستخدمه في انتاج دهنات خاصة مانعة للقلويات ومانعة للصدق والتآكل القبيطانات للدهنات الخاصة دي طيب ده بالنسبة لشم عصوف الغنم فيه نوع تاني أو شمع الحيتان ايه شمع الحيتان دي؟ الاسم بيدل على المصدر الاسم بتاع الشمع بيعرفني أنا باخدها من ايه زي ما قلنا شمع اللاك باخدها من حشرة اللاك ده مصدر أو ده مصدر طبيعي ما حد تصنعه تاني حاجة شمع العسل بيأخذ من النحلة برضك مصدر طبيعي تاني حاجة شمع صوف الغنم وبردك محدش أنا باخده من صوف الأغنام اخر حاجة شمع الحيتان وبردك باخده من رؤوس الحيتان وبيبتدي يتصنع ويستخلص من رؤوس من زيت رؤوس الحيتان بيستخلص من زيت رؤوس الحيتان يبقى شمع الحيتان ده بيستخلص من زيت رؤوس الحيتان بينصحر عند درجة حرارة من تلاتة واربعين لسبعة واربعين درجة مقاوية هنا درجة انصهاره اقل يعتبر من شمع الكرنوبة واقل من شمع الكندلة والشموع الاخرى باستخدمه في ايه باستخدمه كملطف ضد الالتهابات يعني ده بيخش في اغراض تبية مع شمع العسل يعني شمع العسل والشمع الحتين باستخدمه كملطف للالتهابات يعني ممكن يستخدم في اغراض تبية يعني ممكن نضيفه مع زيت الزتون مع شمع العسل مع شمع الحتين يبقى ثلاث مكونات دول ادووبهم مع بع هيديني زي مرحم كده يستخدم في علاج الالتهابات الجلدية المختلفة وطبعا دي كلها مواد طبعية منهاش اي اضرار جانبية وبكده خلصنا النهارده الشموع الحيوانية والشموع النباتية وعرفنا الفرق ما بينهم بسرعة كده هنراجح كده مع بعض ونقول في سورة مراجعة ايه تغريكة استخلاص شمع العسل انا باستخلص شمع العسل ازاي زي ما قلنا مع بعض باستخلص من غاليه في الماء عدة مرات لعزل العسل يعني باغل المية كذا مرة كل مرة بيدوب العسل وببتدي ان انا اسيبه يبرد واشيل الطبقة الاولانية وهكذا اغلي تاني وكل ما اغلي مرة واسيبه يبرد لغاية ما احصل على انقض درجات من درجات الشمع بعد كده بانكيز ازاي بوضعه في مية سخنة مع حمض الكابريتيك زي ماء ساخن وفي كده حصلت على شمع العسل تمام دي اجابة السؤال النموذجية لطريقة استخلاص شمع العسل يبقى ازاي باستخلص شمع العسل ياولان بغليه في الماء عدة مرات لعزل العسل بعد كده بحطه في ماء ساخن مع حمض الكابريتيك مع ماء اكشجين بحصل على شمع نوكي تماما وزي ما قلنا هو ملوش لون طيب ايه اسئلة ممكن يجيلي الادة ازاي يجيلي اسئلة صح وخطأ اول سؤال شمع الجمالات عازل للقهرباء صح ولا غلط شطرين طبعا صح لان من اهم استخدامات شمع الجمالكة ان هو بيخش فيه كغلاف للاسلاك الكهربائية لان هو تعتبر مادة عازلة للقهرباء وعازلة للماء كمان تمام طيب ايه تاني شمع قصب السكر يزوب في الماء صح ولا غلط شمع قصب السكر يزوب في الماء الاجابة خاطئة لان لو بيدف في الماء هعرف استخلصه استخلصه مش عارف استخلص من الشمع كده من القصب لهو بيدف في الماء لان انا بجيب قشور القصب بعد عصره نلاقي كده كده لو شفنا عصرت القصب بيحوش القشر ده كله بعد ما بيعصره وياخد منه العصير بيبتدي يسيب القشر ده بتيجي مصانع تاخده بيبتدي بقى يغلوه ويصفه فيه لغاية ما ياخده الكشور اللي موجودة فيه ويدينا شمع قصب السكر فهو لو كان بيدف في الماء كانش هينفع نستخصه بطريقة الغليان طيب ايه تاني ممكن يجيلي سؤال في هذا الدرس شمع كاندلة افراز لشجرة تنمو في اليابان هيا الكلام ده ايه مزبوط طبعا غلط هي شجرة بتنمو فيه في المكسيك يبقى الاجابة خاطئة يبقى شمع الجاندلة افراز لشجرة ايه بتنمو في المكسيك ولاش نا لبنان السؤال الاخير شمع الكرنوبة يستخدم في انتاج الوان البست هيا نردك هيا قلنا ايه قلنا طبعا من اجود انواع الشموع هو شمع الكرنوبة ولذلك هو بيستخدم فيه صنوعة الالوان الجيدة الممتازة اللي هي موجودة في الاسواق بتبقى معظمها مصنوعة من شمع الكرنوبة يبقى طبعا اجابة صحيحة ده الدرس بتاع النهاردة ودي الاسئلة اللي ممكن تجيلي بصورة وانتو طبعا شاطرين وهتقدروا من الدرس تطلعوا اسئلة زي كده واحسن كمان يبقى ان شاء الله ما فيش اي صعوبة في الدرس دايما بيجيلي في الخواص الاسئلة بيجيلي في الخواص بيجيلي في طريقة التحضير تمام دي بالنسبة للشموع النباتية والشموع الحيوانية اتعرفنا فيها النهاردة على المصادر المصادر الطبيعية لهذه اتعرفنا فيها على المصادر الطبيعية للشموع النباتية وعرفنا انواحها وقلنا هم اربع انواع نباتية قلنا هم ايه شمع الكرنوبة شمع الكاندلة شمع الياباني تمام نرجحهم مع بعض كده شمع الكاندلة الشمع قصب السكر الشمع الياباني اربع انواع وهم مصادر طبيعية وقلنا يعني ايه مصدر طبيعي يعني ما بيدخلش فيها اي تدخل كيميائي هو موجود في صورة طبيعية كل اللي علينا ان احنا بنستخرجه من الطبيعة تمام ده معنى مصدر طبيعي يعني هو فعلا بالفعل موجود في الطبيعة ودي صورته كل ما علينا ان احنا بنستخلص الحاجة دي ونفصلها عن بقية المواد والشواب والاخرى فبنحصل على هذا الشمع سواء في شمع الكاندلة سواء في شمع كصب السكر سواء في شمع الياباني تمام اتكلمنا بردك عن الخواص وقلنا ايه خواص بالنسبة للشموع انا عايزين كده نحط كده قاعدة في ان الشموع لو انا مثلا نسيت او فاتتني بعض حاجات ازاي ان انا افتكت الشموع تمتاز بالمرونة بتستخدم معظمها في ايه في صناعة الورنشات بتستخدم في صناعة ورنشات الاحذية والمشغولات الجلدية بتستخدم في صناعة الورنشات الخاصة بالبركير والارضيات باقتصار الدرس النهاردة موضوع اسمه ايه الخمات المستخدمة في الدهانات الشفافة المختلفة على الاخشاب يبا يزا احنا بنستخدمه في صناعة الورنشات الخاصة بالاخشاب بجانب طبعا استخدامات اخرى وبكده خلصنا اول درس في مادة الخمات وتعرفنا فيها على الشموع النباتية والشموع الحيوانية واخدنا بردك اربع انواع في الشموع اللي هو شمع اللك ويأخذ من حشرة اللك شمع الحتين وبيستخلص من رؤوس الحتين شمع العسل وبيستخلص من طبعا الشمع الخاص بالعسل وشمع صوف الغدم وبكده خلصنا الدرس النهاردة وإلى اللقاء في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله